كمان الاعلام الكبير الاساس تامر امين رسالة منه بقى لجمهور الاهلي نشوفه بمجرد الاعلان عن كولر ابتلت صفحات ومواقع وحسابات تطلع تتكلم على انه ده مريض وتعبان ومش قادر يقف على حيله فبالتالي ازاي حيدرب اتنين قالك ده عاطل عن العمل بقى سنتين ما بيدربشه وبتاع انتوا جايبين واحد ما خلاص اعتزل وراحت عليه الحقيقة ان ده كلام اقل ما يقال عليه انه كلام رخيص وانا عايز جمهور الاهلي احنا على الحلوة والمرة مع الاهلي متفقين متفقين فزي ما يحصل هنشجع وندعم اتنين وده الاهم اوعوا تخشوا في الاحكام المسبقة زي الهجمة اللي معمولة دلوقتي وهدفها التشويه والتخليص على الراجل تفرجوا واصبروا وتأنوا ومش ماتش ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة سيبوا الراجل يطلع افكاره ويطلع سياساته ويطلع الطرق اللي عنده كلها وده فرصة لحد اللعيبة ما تتشربها وتفهمها وتنساجم معاها وبعدين نقدر نحكم نحكم امتى على منتصف الموسم واوعوا تساعدوا قوى الشر على انها تخلص على الراجل زي ما نجحت في انها تخلص على مسماني فارجوكم بلاش نبتلع الطعم والخش في الكمين اللي الاعداء الاهلي عايزين لخنو فيه خلاص هو لخص الكلام كله في اخر جملة واللي احنا شفناها بدري قوي ونبهنا عليها كتير وتحملنا باجلها الكتير من القوعوا تبلعوا الطعم اللي عايزين اعداءكوا واقعوكوا فيه واللي بيديكوا السم في العسل واللي بيخليكوا تنقشوا كل تفصيلة وصغيرة وكبيرة من منظور الجدل والتشكيك وقال لنا ابتديت النهاردة يعني اقلى لاني لقيت ناس باعتز بيها برأيها بتقول ايه واحنا تلت صفقات بس حنبتدي بقى يعني يعني هو ده اللي هيخلينا في الديلمة دي ما نخرجش منه وهيخلينا في موقف المنكفئ يشوف عيوبه وجلد الزات بدلا ما ناخد ايد بعض عشان ننطلق ونجري هنفضل اه احيانا بتبقى مفيدة نتشوف عيوبك عشان تنطلق منها للتصويب لكن والناس بتاخد بالاسباب ما تكلمش في التفاصيل بقى عشان بينا انا عارف اكتر من جميعا طيب هي فلسفة الكتمان في الصفقات ايه مبررها وايه هدفها ده اللي وقف عنده كامر امين الاهلي بيمارس سياسة جديدة انا في رأيي انها نجحة جدا جدا هذه المرة هي سياسة استعينوا على اتمام صفقاتكم بالكتمان الكتمان مهم جدا جدا لسببين السبب الاول انه الصفقة لو ما تمتش يبقى ما فيش بلبلة وكمان الهدف التاني او الفايدة التانية من الكتمان انه ما تخليش الغربان تخش تبوز الصفقة ومن المبارح بالليل والاخبار بتتوالى عن صفقات الاهلي اللي خلصت مش اللي هتخلص الصفقة المهمة واول الصفقات الرسمية اللي تم الاعلان عنها تم الاعلان عنها مبارح في ساعة متأخرة من الليل وهو اللاعب شادي حسين شادي حسين اهلاوي حتى النخاع وحزيتكم من الشعر بيت نوعية شادي حسين في رأي هي النوعية اللي بيحتاجها النادي الاهلي اولا هو اهلاوي وبيعرب عن حبه وامنيته للنوام للاهلي فده لما يخش الاهلي حيبعارف قيمة الاهلي والعطاء اللي بطلوب منه في الاهلي رقم اتنين بيموت نفسه حتى الدقيقة تسعين وحتى ما بعد الدقيقة تسعين وهي دي النوعية اللي محتاجها تشكيل النادي الاهلي في الفترة القادمة نوعية شادي حسين اللي هو المهاجم مش الهجام المهاجم اللي بيفكر المهاجم اللي بيستخدم عقله المهاجم اللي بيلعب برجلين الاتنين المهاجم اللي بيلعب جوه الصندوق وما حول الصندوق فهنيالك عم شادي ورينا شطرتك بقى الصفقة التانية اللي تم الاعلان عنها منذ عشر دقائق النجم اللاتيني برونو سافيو برونو سافيو لعيب مهاري ميستو الأساسية أنه هو بيلعب في أكثر من مركز بيعرف يلعب كصانع ألعاب نمرة عشرة وبيعرف يلعب جناح يمين وبيعرف يلعب جناح شمال برونو سافيو أنا رأيي أنه صفقة ممتازة والأهل حيستفيد منه جدا 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 حد حيقول لي هو إحنا إيه اللي ودانا لاتيني إحنا طول عمرنا بنبص تحت على أفريقيا حقولك البشرة ما بتفرقش والجنسية ما بتفرقش يمكن حظنا يتعدل لما نبص فوق يعني كلامه طبعا مسألة الكتمان ده مش جديدة ده رجوع إلى الكاتالوج ها الكاتالوج اللي طول عمرنا دي اللي قالي ماشي بيو اللي اخترقوه البعض في فترة من الفترات يعني لكن هو ده الصح لأن ده إحنا يعني كمان أحيانا كان بوصل عصفور وبتدوا يعملوا الكلام ده دلوقت اشغله بحاجة عشان بتعمل حاجة تانية ولكن احنا في زمن أصبح الإعلام متاح في كل البيوت كل شبابنا إعلامي سواء فن أعلام فن أعلام أدب أعلام سياسة أعلام رياضة كل شبابنا هتجدوا إعلامي وله رأي ورأي يلح عليه ويقاتل من أجله إذن الكتمان أصبح أهم من الأول كمان لأن كدت ما مش هتحط حد تشراحه قبل ما ييجي يعني التأكيد اللي قال عليه الأستاذ تامر والله أنا احترمت ومارسه على نفسي يعني أنا بكل اتصالاتي وبكل ما يعني علاقاتي ما حاولت إن أنا أعرف معلومة اللي لم يعلن عني عشان أسيب المناخ الهادئ للي بيشتغل الحقيقة كلام الأستاذ تامر أمين على الصفختين كلام نقف عنده على النوعية نفسها مبدئيا شادي لاعب بدرجة مشجع لأنه حتى لما أتكلم للموقع الرسمي قال أن أنا طول أمري وراء الأهل في كل مكان كنت بروح كل المطشاط أتفرج على الأهلي في التالتة شمال فالشغف أو الروح العالية اللي عنده تجاه الأهلي اللي تامر وقف عندها دي قيمة مضافة قيمة مضافة لأنك أنت نوعية اللاعب اللي بيمثل الأهلي حد مطلوب منه يبزل فوق الجهد المضاعف يلعب ما بعد الديئة تسعين إرادة الفوز وروح الفانيلا الحمرة وتشربوا ليها ده كمان روح مشجع أكتر منه لعب ودي قيمة مضافة معنويا وفي التكوين الرياض بتاعه ليها قيمة ولها تأثير من الناحية الفنية أنه الاتنين تقريبا لعيبة جوكر بيلعب مركز عشرة كل واحد فيهم وبيلعب جناح وبيلعب رأس حربة فأنت بتدعم التلات مراكز الهجوميين باتنين لعيبة بدرجة كفاءة وبدرجة جودة إن شاء الله تبقى عالية وتضيف كتير للفريب بإذن الله ده ما يخص الصفقتين المهمتين